موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية أهلا بكم أفدى بلاغ لوزارة العدل بأنه بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة من بينهم عدد من الحالات الإنسانية والمتمتلاف المصابين بأمراض مستعصية والمسنين والحوامل والمرفقات وكذا الأحداث وبلغ عدد المشمولين بالعفو الملكي الكريم 1769 شخصا في موضوع النخر اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا قدمه المغرب وأربع دول أخرى يقر الحق في الولوج إلى بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق إنساني كوني القرار الذي تم تقديمه بمبادرة من المملكة المغربية وكوستاريكا وجزر المالديف وسلوفينيا وسويسرا حضي بتأييد 161 دولة عضوا فيما امتنعت تماني دول عن التصويت وحضي بتنويه لمن العام للأمم المتحدة أنطونيو قويتاريش ويرسخ اعتماد هذا النص ويرسخ اعتماد هذا النص الذي يعد ثمرة مفاوضات شاملة وطويلة لجل دور المغرب في تعزيز الجهود متعددة الأطراف لصالح حقوق الإنسان العالمية أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بالرباط مباحثات مع وزير الموارد الحيوانية والبحري الإفوري سيدي ديموكو توري همت سبول تعزيز التعاون الافريقي الأطلسي هذا وانصبت هذه المباحثات حول مسألة المحيط الأطلسي بشكل عام والصيد البحري كرافعة محورية للتعاون كما تناولت أيضا تنشيط الشراكة في مجال حماية الموارد وتحديث قطاع الصيد البحري والتثمين بغية جعل القطاع يطلع بدوره الهام على نحو كامل على المستوى الاجتماعي وفي مجال الأمن الغذائي وإلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث دعا الرئيس الصيني شي جين نينغ خلال محادثات هاتفية نظيره الأمريكي إلى إعادة النظر في زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المحتملة لطايوان وأكدت طرفان في محادثاتهما على تشبت كل منهما بموقفه تجاه الجزيرة المتنازع عنها كما أكدت الصين على معارضتها للقوى الداعمة لاستقلال طايوان رياضيا يواصل المحترف الإسباني في رياضة التينيس المصنف الخامس عالميا كارلوس الكاراث خطف الأنظار رغم حذات سنه البلغ 19 سنة وجاءت اللقوى الكاراث هذه المرة بعدما نجح في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كرواتيا للتينيس إثر فوزه على سلوفاكي نوربرت غومبونز بمجموعتين دون رد تفاصيلها 3.6 و2.6 نهاية هذا المجاز مشاهدين التفاصيل ووفا عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكترونيين فانتكات تيفي بو ايما شكرا لكم على طيب المتابعة السلام عليكم